بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وهدى وتقى يا رب العالمين حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج مواقف من السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالمواقف الكثيرة مع أصحابه ومواقفه عليه الصلاة والسلام فيها الدروس والعبار والعظات ومن المواقف الجميلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه كان يمزح معهم ولكن كان لا يقول إلا حقا يمزح عليه الصلاة والسلام مع الصغير يمزح عليه الصلاة والسلام مع الكبير يمزح عليه الصلاة والسلام حتى مع العجوز مع المرأة كان عليه الصلاة والسلام يدخل السرور عليهم وهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن أفضل الأعمال فقال عليه الصلاة والسلام سرور تدخله على مسلم فعندما يدخل الإنسان السرور على أخيه المسلم فإنه قد فعل من أفضل العبادات ومن أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل فلا بد أن نضحك وأن نتسامر وأن نمزح ولكن لا نقول إلا حقا تأتي امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عجوز مرأة عجوز وانظر إلى جميل مزح عليه الصلاة والسلام تأتي هذه المرأة العجوز إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتقول يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة والجنة هي غاية لكل مسلم يريد الجنة يريد الفوز بهذه الجائزة العظيمة يريد أنها جاءت من النار فجاءت هذه المرأة تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام النبي الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر مستجاب الدعوة فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الجنة لا تدخلها عجوز الجنة لا تدخلها عجوز وهذه أرادت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لها بأن تدخل الجنة فقال عليه الصلاة والسلام الجنة لا تدخلها عجوز فبكت هذه المرأة هذه العجوز ثم ذهبت ذهبت لما سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا إليها وقولوا لها إن الجنة لا تدخلها وهي عجوز يعني وهي عجوز ما تدخل الجنة وهي امرأة كبيرة لأن الله تبارك وتعالى يقول إنا إن شعناهن إن شاء فجعلناهن أبكار عروبا أترابا فعندما تدخل الجنة تدخلها وهي شابة وليس هناك شيخ كبير رجل عجوز أو امرأة عجوز يكون في الجنة وإنما هذا العجوز الذي في الدنيا يكون شابا يوم القيامة وتكون كذلك المرأة شابة فلما أتوا إليها وأخبروها الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقصد أن لا تدخل الجنة عجوز أنها لا تدخلها وهي عجوز وإنما تدخل الجنة وهي شابة فسرت هذه المرأة الكبيرة بما قال النبي عليه الصلاة والسلام انظر كان يمازح عليه الصلاة والسلام لكن لما كان يمازح لا يقول إلا حقا فأحب أن يدخل السرور على من معه وعلى الجالسين ويمزح معهم عليه الصلاة والسلام ولكن كان لا يقول إلا حقا فاصل ونواصل بإذن الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لاحظتم كيف كان عليه الصلاة والسلام يمازح أصحابه يمازح الكبير ويمازح العجوز تأتي كذلك يأتي رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام انظر إلى سيرته في المزاح وفي الضحك هذا الدين ليس فيه التشدد وفيه الغضب وفيه الأغلال لا هذا الدين دين يسر دين محبة دين سلام دين فرح دين سعادة ليس دين هم وغم وبكاء وصياح وعويل لا هذا الدين دين عظيم فجاء رجل في يوم الأيام إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه فقال يا رسول الله احملني معك احملني معك أريد أن أذهب معك وليس عندي ما أركب عليه ليس عندي راحلة فقال عليه الصلاة والسلام إنا حاملوك على ولد الناقة إنا حاملوك على ولد الناقة فقال يا رسول الله وما أفعل بولد الناقة ظن هذا الرجل أن ولد الناقة يقصد النبي عليه الصلاة والسلام ولدها الصغير الذي لا يستطيع أن يحمل الرجال وليس عنده من القوة أن يحمل أحد لأنه صغير لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو يمزح معه قال إن حاملوك على ولد الناقة وهل تلد الإبل إلا النوق يعني هذا ولد الناقة كان صغير وبعد ذلك كبر الإبل ما تحمل إلا النوق وهل تلد الإبل إلا النوق لما قال ولد الناقة ولد الناقة حتى الكبير هذا كان ولد للناقة ففهم هذا الرجل وهذا الصحابي أنه يقصد النبي عليه الصلاة والسلام إن حاملوك على هذا الصغير ولد الناقة الصغير هو النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يوصل له هذا الأمر أنه يفهم أنه ولد الناقة الصغير لكن عليه الصلاة والسلام يمزح معه ولكن يمزح بحق وصدق ولد الناقة هذا الصغير هذا الكبير يكون صغيرا أو كان صغيرا قبل ذلك قال وهل تلد الإبل إلا النقل فانظر إلى الكلام الطيب وإلى المزاح الطيب بعض الناس هداهم الله عندما يمزح ويضحك فإنه يكذب في مزاحه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح أنا زعيم ببيت في ربض الجنة يعني أنا كافل يقول عليه الصلاة والسلام كافل لرجل لمنزل في الجنة أنا زعيم ببيت في ربض الجنة يعني ربض الجنة أدنى الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا فالذي يجادل يترك الجدال وإن كان على حق قال النبي عليه الصلاة والسلام جعل له جزاء بيت في الجنة منزل أدنى الجنة أنا زعيم ببيت في أدنى الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا و أنا زعيم ببيت في وسط الجنة بيت يكون في وسط الجنة لمن قال لمن ترك الكذب وإن كان مازحا يترك الكذب وإن كان مازحا بعض الناس يقول هذا كذب أسود وهذا كذب أبيض لا ليس هناك كذب أسود وكذب أبيض الكذب كله كذب فحتى في المزاح لا يجوز ذلك قال وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا بعض الناس هداهم الله يكذب حتى يضحك القوم وهذا لا يجوز يقول عليه الصلاة والسلام ويل لمن يكذب كي يضحك القوم ويل الله ويل الله ويل لمن يكذب لكي يضحك القوم ويل الله ويل توعد من النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال في الثالثة وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه وصاحب الأخلاق الحسنة من أعظم المنازل وأعظم الأماكن التي تكون لصاحب الأخلاق فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الخلق يصل بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفتر والقائم الذي لا يفتر أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يشرح صدورنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد